في أول جولتنا الإخبارية مشاهدينا اليوم أجرت وزارة الصحة تحديثا جديدا على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا الخاص بالمحصن والغير محصن أيضا وبدأ هذا التحديث على الحالات ابتداء من يوم أمس ليكون في تطبيق توكلنا يظهر بعد سبعة أيام من الإصابة للمحصن وبعد عشرة أيام لغير المحصن ولا يستلزم إجراء مسحة بعد التعافي وأكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ الجرعات المستحقة لذوقاية من كوفيد-19 حلو يعني التحديثات هذه اللي قاعدة تصير أو خلنا نتكلم عن تطبيق توكلنا بشكل عام يعني الصديق هذا التطبيق سهل حياتنا وأحنا يعني ممتنين أكيد للجهات المختصة واللي وفرتنا مثل هذا التطبيق حلو أن يخلي الواحد متطمن وأب تو ديت على المستجدات والقوانين وكل هذه الأمور يعني حتى بعض الدول فعلا منها فرنسا ممكن يعترفون في تطبيق توكلنا كثير أوروبا كمان أوروبا كاملة على فكرة توكلنا معروف عندهم أول ما يرف أن أنت سعودية يقولك توكلنا ممكن دائما أذكرها لما تروح هناك تلديهم يمشون بدفاتر صحيح بدفاتر هناك لأنهم عشان مصداقية التطعيم اللي هو التطعيم أو التحليل اللقاحات اللقاحات كل شيء ورقي في أوروبا ورقي بينما إحنا السعودين نتجول هناك يقولك توكلنا معروف المطار معروف المطاعم معروف التجمعات يتوكلنا وخليني كمان أستغل هذا الخبر كمان وأؤكد أني تقريبا على 1 فبراير هتكون أخذ الجرعة التنشطية أو الجرعة المعززة إجباري علشان يتكمل ويكون الحالة محصن أخذت الجرعة الثالثة ولا لسه؟ لا والله هذا أنا حجزتها الحين وإن شاء الله بعد يومين أنا أخذتها قبل أمس والله كفوا ما تعبت على فكرة ما يقال عنها يعني تعبها جدا أبسط من الجرعة الأولى يعني كثير الناس يمكنهم يتساءلون نفس السؤال أنه هل تعب؟ هل تفرق؟ أخذتها وطلعت على المكتب داومت وخلصت متوقع أن ثاني يوم ممكن يصد لشيء لا داومت وما في أي مشاكل طبيعي صح هذا هو لكن أنا كمان سألت سؤال لبناء لأنه أنا لم أخذ كل اللقاحات التي أخذتها كانت من فايزر فكان عندي سؤال أنه أنا أريد أن أخذ فايزر بعدين اكتشفت أنه كل الجرعة التعزيزية كلها فايزر فهذا كمان خبر حلو ويمكن في بعض الناس لا يعرفون هذه المعلومة عموما إحنا مروا مبسوطين بهذا الخبر وخبر جميل دائما